عاجل التحرك المصري والسوداني الأخير قبل ضرب سد النهضة ننشر لحضركم التفاصيل ومفاجأة كبرى صحيفة أمريكية تكتب كلام عن السيسي والسيدة الأمريكية التي أرادت أن تزور مصر توفت ورد مصري ومحطة الضبع النووية المصرية الجديدة ننشر لحضركم آخر التطورات وعلقوا سواء توك توك على باب المدينة ننشر لحضركم التفاصيل ونشوف مدينة ايه في الفيديو وللأسف تفاصيل خروج عرب القطار عن القطبان في هذه المحطة صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو أدها وطنيين نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل التحرك المصري والسوداني الأخير قبل ضرب سد النهضة توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الموارد المائية والريد دكتور محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم قالت وزارة الخارجية في بيان إن تلك الزيارة تأتي في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والسودان وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية والريب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهون رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني فضلا عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والريد السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية المصدر معنا كان من RT طبعا زي ما قلت لحضركم التحركات الأخيرة قبل ضرب سد النهضة أو إرغام إثيوبيا على عمل اتفاقية لتبادل المعلومات عن سد النهضة وإدارة هذا السد وتشغيله طبعا يا دي يا دي تقريبا ما فيش تالت أعتقد ذلك بنسبة يعني مئة بالمئة وأترك لحضركم التعليق هل أنتم شايفين في اختيار تالت يعني يا الحرب أو ضرب سد النهضة بمعنى أصح أو الزام إثيوبيا بعمل اتفاقية بين الدول الثلاثة طبعا أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر لو حضرتها جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نرخش على الخبر التالي ننتقل لخبر آخر ومفاجأة كبرى صحيفة أمريكية تكتب كلاما عن السيسي وأشارت صحيفة ذاهل الأمريكية إلى الدور الكبير لقيادة المصرية في استقرار الشرق الأوسط وإفريقيا واعتبرت أن الرئيس السيسي نجح فيما فشل فيه آخرون الصحيفة قالت أن الرئيس السيسي يسعى لاستعادة دور مصر وأنه نجح فيما فشل فيه آخرون مشير إلى العديد من التفلات بعد قطاعات في عهد الرئيس السيسي بما فيها إنجاز العديد من المشروعات القومية الصحيفة أكدت أن التواصل المصري يعد الآن جزءا من أجندة أوسع للرئيس السيسي وبعد ما يقرب من مرور عقد من الزمان على ما يسمى بالربيع العربي تشير سياسة مصر إلى اتخاذ خطوات مبدئية للعودة إلى قيادة الإقليمية ومن الخمسينيات إلى تسعينيات كانت مصر دولة عربية رئيسية تصدر الثقافة وقوى العسكرية وتتولى قيادة وتغير ذلك مع عام 2011 حيث أصبحت القاهرة أكثر ميلا إلى الشأن الداخلي مع الاحتجاجات والصعود المؤقت لجماعة الإخوان الإرهابية ثم جاء الرئيس السيسي وتولى السلطة وأمضى العقد الماضي يحاول إعادة بناء نفوذ لمصر اعتبرت أن هذا النفوذ بدأ في شمال إفريقيا وشرق إفريقيا في نهاية مايو حيث أرسلت مصر طائرات لمساعدة إنسانية إلى جيبوتي وتوجه الرئيس السيسي إلى جيبوتي لإجراء محادثات دبلوماسية وعلى الرغم من أن جيبوتي دولة صغيرة إلا أنها تستضيف قواعد استراتيجية لقوى الغربية وتلعب دورا كبيرا في الأمن في القرن الإفريقي وبعد جيبوتي أجرت مصر مناورات عسكرية مع السودان ووقعت مصر وكينيا اتفاقا فنيا جديدا للتعاون الدفاعي كما زار رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد فريد حجازي كينيا وارواندا وأجرت مصر تدريبات مع الإمارات العربية المتحدة وباكستان وأرسلت قافلة مساعدات إلى غزة أشرت إلى أن تواصل مصر مع الدول الإفريقية لا يقتصر فقط على تصدير النفوذ لعلاقات العسكرية والأمنية حيث توجه فلتمان المبعوث القص لقرن الإفريقي للولايات المتحدة مؤخرا للسودان لإجراء محادثات حول السد الإثيوبي الذي يثير قلق مصر والسودان من أن يؤثر على إمدادات مياه نهر النيل أضافت أن مصر لعبت دورا في ليبيا حيث تشعر بالقلق من الإرهاب والتطرف من البلاد في وقت الآن يوجد بها حرب أهلية ونتيجة للعلاقات المتوترة بمصر وتركيا في شرق البحر المتوسط أدى ذلك إلى شراك أكبر بمصر اليونان وقبرس والكيان الصهيوني ولعل الأهم من ذلك أن مصر تواصلت مع الحكومة السورية كما دعا وزير الخارجية المصري السورية إلى العودة إلى الجامعة العربية بعد عشر سنوات من تعليقها بسبب الحرب الأهلية السورية ذكرت الصحيفة أنه عندما ساعدت مصر في التوسط لوقف إطلاق النار في 21 مايو بين الكيان الصهيوني وحماس بعد 11 يوم من القتال ساعد ذلك على إنهاء ما أسمته بصراع لا طائل منه إلى حد كبير ما وضع حركة حماس وترسانتها الصاروخية الضخمة في مواجهة القوات الجوية للكيان الصهيوني كما جددت مصر سياستها بمحاولة تخفيف التوترات بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في قطاع غزة لكن هذه المرة تجاوزت مصر علنا مهامها السابقة واستضافت في 30 مايو وزير خارجية الكيان الصهيوني في القاهرة الأول مرة منذ 13 عام فيما يبدو أنه جزءا من تحول بطيء ولكنه ثابت في موقف مصر التي تسعى إلى استئناف دورها قيادة في الشرق الأوسط المصدر معنا كم من الوطن أترك لحضركم التعليق ويعني تعليق صغير على هذا القبر يعني الصحيفة الأمريكية مش منافقة للنظام المصري يعني هذه صحيفة أمريكية أو مثلا مش بتطبل للنظام المصري حسب كلام البعض إن أدام أنت بتمدح في ما يفعلها المصريون أو النظام المصري إذن فأنت يعني بتطبل ومأجور وعميل المخابرات المصرية هذا الأمر غير صحيح تماما ننتهي لخبر آخر والسيدة الأمريكية التي أرادت أن تزور مصر توفت ورد مصري نعت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين السيدة الأمريكية جلوريا في تال التي فارقت الحياة متأثرة بمرضها بالسرطان والتي حققت التنصيقية حلمها بزيارة مصر كتبت التنصيقية على فيسبوك وداعا غوليريا كانت المحطة الأخيرة التي حملت أحلام السيدة الأمريكية المصاب بالسرطان هي مصر أرض الكنانة التي ودعت السيدة الأمريكية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها أضافت لم تكن زيارة عادية في حياتها بل كانت وداعا أخيرا أو كما يقال مثك الختام وقدمت فيتال نموذجا للإرادة والتحدي والوفاء فبرغم المرضى الشديد عبرت نصف العالم هي وأسرتها لدحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة وزارت فيتال مصر الشهر الماضي بعدما قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحقيق حلمها بهذه الزيارة المصدر معنا كان من أرتي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ويعني مصر حققت حلم هذه السيدة الأمريكية قبل وفاتها يعني ده شيء جميل جدا ونبيل انتقل خبر آخر معنا ومحطة الضبع النووية المصرية ننشر لحضراتكم آخر التطورات قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الخارجية في مصر إن انقطاع الكهرباء كان مؤثرا في كل القطاعات قبل حل الأزمة ولم يتوقع أحد أن تنتهي الأزمة بهذه السرعة وأضاف لا يوجد تخفيف أحمال منذ يونيو 2015 أفاد حمزة بأن رؤية الرئيس السيسي واضحة منذ اليوم الأول بمقولته الكهرباء أمن قومي وفي خلال عامين ونصف دخلت ثلاث محطات عملاق الخدمة وهو إنجاز كبير أكد أنه خلال ثلاث سنوات تم استثمار 36 مليار جنيه في ملف التوزيع كما تم مضاعفة أحمال الشبكات أربع مرات مشيلا إلى أن 99.9 تم تغطيتها بالطيار الكهربائي وهناك مناطق نائية تم تغذيتها أيضا من خلال محطات متنقلة المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أوضح أنه في عهد الرئيس السيسي دخلت مصر ملف تعدد مصادر الطاقة سواء الشمسية حيث نمتلك أكبر محطة شمسية في بنبان أو الرياح أو إنشاء المحطة النووية في الضبع موضحا أن العمل مستمر بها وهناك مخطط لأكثر من محطة نووية المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية وخصوصا مدخلة هاتفية في قناة صدى البلد المصرية لتل خبر آخر معنا وعلقوه على باب المدينة عقاب راضع لتوك توك تسلل إلى مدينة الشروق المصرية نشرها ليونس المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري سورا لتعليق توك توك برافعة على مدخل جهاز تنمية مدينة الشروق تمهيدا لمصادرته نظرا لأن التوك توك ممنوع في المدينة كتب يونس في منشور على صفحته عبر فيسبوك رسالة رئيس جهاز الشروق إلى من يهمه الأمر ما تحاولوش علشان دلها يحصل مع أي توك توك يقرب من مدينة الشروق وأضاف واتفرج على المصير النهائي للتوك توك الوحيد المتحفظ عليه بالمدينة أثناء نقله وإيداعه بمخازن الجهاز تمهيدا لإجراءات المصادرة وصد تأييد وفرحة من السكان حفاظا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق وتابع علما أن هناك بالمدينة وسائل نقل آمنة ومريحة ومناسبة وكتب أحد المعلقين ساخرا التوك توك دا عامل زي الفار لما يكون مغلبك في البيت أو في محلك وفي الآخر تمسكه بتعلقه زي كده بالزبط وتطلع غلك فيه المصدر معنا كان من المصر اليوم أترك لحضرك بالتعليق على هذا الخبر ننتهي لخبر آخر معنا وللأسف تفاصيل خروج عربة قطار عن القطبان في محطة بنها خرجت عربة من القطار قادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية في محطة قطار بنها بمحافظة القليوبية بمصر على رصيف أربع بالمحطة دون وجود أي إصابات وجرى رفع العربة على الفور بواسطة ونش الإنقاذ وعادة حركة الكطارات وتبين أن السبب وراء الحادث هو خروج القطار عن التحويل على الخطة الطولي كما واصل القطار رحلته بعد أن تسبب الحادث في تأخر وصول بعض القطارات وفي التفاصيل تلقت مديرية أمن قليوبية اخترم بخروج اثنين عجلة من عربة قطار قادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية على رصيف أربعة بمحطة قطار بنها حيث دفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش وجرى رفع العجلة من على القطبان وعملت على انتظام حركة القطارات نقلت صحيفة الوطن عن مصدر بالسكة الحديد قوله إن السبب وراء الحادث خروج القطار عن التحويل على الخط الطوالي مشيلا إلى أنه حدث انزلاق لعجلتين من عربة قطار أسوان إسكندرية دون إصابات بين الركاب خلال دخول القطار المحطة وتم التعامل مع الموقف ورفعهما على السكة وتسيير القطار من جديد بعد تعطل دامساعة على خط بحري هذا وأعلنت هيئة السكة الحديد تشكيل لجنة فنية عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث المصدر معنا كان من الوطن واليوم السابع أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر نتمنى إن شاء الله أن ربنا يبعد عننا أي حوادث للقطارات في مصر بإذن الله ربنا يبعد عن أهلينا وحبيبنا أي حوادث في جمهورية مصر العربية أترك لحضركم التعليق جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم العبد للفعي إسلام الأمير ونشرة الأخبار المتواضعة من قنواتكم المتواضعة مصر ميديا وي بي على الفيسبوك ويتيوب بنفس الاسم إن شاء الله أشوفكم فيه فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته